ورقة الغاز أصبحت تلعب دوراً محورياً في الأزمة الأوكرانية فهي ورقة الضغط الروسية التي ترفضها الدول الغربية ونقطة التحدي لأوروبا أمام محاولة موسكو الخلاصة من العقوبات المفروضة عليها وما بين أكبر مصدر وأكبر مستهلك يقف العالم أمام أزمة قد تشتد دراوتها مع اقتراب فصل الشتاء رغم رهان الدب الروسي على عدم قدرة أوروبا على مواجهة نقص الغاز أكد كريملين أن روسيا ليست مهتمة بوقف إمدادات الغاز إلى أوروبا خاصة أنها كانت ولا تزال تضمن إلى حد كبير أمن الطاقة لأوروبا مشيراً في المقابل إلى أن الوضع قد يتغير إذا استمر الاتحاد الأوروبي في اللجوء إلى العقوبات التي تضر أعضاءه في نهاية المطافة وذلك بعدما أعلنت شركة جازبروم الروسية خفض حجم ضخ الغاز عبر خط نورد ستريم وان بمقدار 33 مليون متر مكعب يومياً أي ما يصل إلى 20% وذلك بسبب أعمال الصيانة بحسب قولها وهو ما أدى إلى تواصل ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا حيث تجاوزت مستوى 2000 دولار لكل 1000 متر مكعب وذلك للمرة الأولى منذ مارس الماضي ذلك كله دفع المفوضية الأوروبية إلى مطالبة دول الاتحاد بالاستعداد بشكل عاجل أسوأ سيناريو للغاز فوافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على خطط طوارئ لتخفيف تأثير التوقف الكلي المحتمل في إمدادات الغاز الروسية التي تنص على خفض طوعي بنسبة 15% في استهلاك الدول الأعضاء من الغاز الطبيعي خلال الفترة من الأول من أغسطس المقبل حتى نهاية مارس 2023 فضلا عن إنشاء آلية لإطلاق حالة تأهب على مستوى التكتل في حالة حدوث نقص واسع النطاق في الغاز وتنفيذ أهداف ملزمة للاقتصاد في استهلاك الطاقة